الساعة الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة القناة الأولى وبرنامجنا يحكى أن كل يوم اتنين الساعة سبعة دايما بكون معاكم إيمان مختار كل أسبوع بنحاول نناقش موضوع بيهمنا وبيهمك وشاغل بلنا كلنا موضوع حلقتنا النهاردة عن الاترابات النفسية يمكن الاترابات النفسية دي حسينا بيها أكتر يمكن بعد الأزمات العالمية اللي أثرت على المجتمع ككل وعلى فكرة مش بس المجتمع المصري ده المجتمع العربي ككل ويمكن المجتمع العالم كله في الفترة الأخيرة لاحزنا كده أن في حالة عامة من الزهق بتقولي إيه يا إيمان آه زهق كلنا زهقانين كل ما تقابل حد في شغل مالك زهقان كل ما تقابل حد من صحابك مالك مخنوقة مش طيقة نفسي ويمكن بنسمع جملة دايما اليومين دول أنا ما عنديش طاقة لحد أنا يا دوبك بحرك نفسي بالعافية هو إيه المهضوع يا جماعة؟ هو ليه ما بقاش عندنا طاقة لنفسنا وللناس؟ بروح الشغل بالعافية بقعد مع ولادي بالعافية بتعامل مع جزي يعني لو كلمة تلاقي البيت كله ولع كلنا كده عندنا حالة من التعب والشكوى التوتر والقلق دا وعدم الرضا في معظم الحياة اللي احنا عايشينها خلنا تعبنين تعبنين بشكل غريب أقول لكم على حاجة طيب مش هنتكلم عن نفسنا احنا يا جبار انت مهما تعملي مع ولادك بتحس بإيه؟ يعني انت خدت الولاد وخرجتوهم سواء انت أوجوزك يعني أب وقم ونزلت وخرجتوهم وفسحتوهم وجبتوهم كل اللي هم عايزينه تلاقي في نفس اليوم دا يعني مش أقول تاني يوم في نفس اليوم ما لك يا حبيب؟ لا أنا زهقان مش عارف أنا مش مبسوط حتى أولادنا بقى عندهم نفس الحالة مش مبسوطين زهقانين مهما تعمل لهم مش راضيين مهما تجيب لهم مش راضيين ومش شكرين فيش حد حتى زي زمان كنا لا إحنا وإحنا صغيرين لو اجاب لنا لعبة في كل عيد كنا بنبقى طيرين سعادة ما بعديها سعادة دلوقتي انت بيجيب كل اللعب وكل الحاجات والبلايستيشن وبتعمل كل حاجة وبردو زهقان في الفترة اللي فاتت دي ظهر في مجتمعنا المصري ظهر في المجتمع اللي احنا عايشين فيه أمرات كتيرة قوي أمرات كتيرة مأثرة علينا وفي حياتنا ودي يمكن سبب نسب الطلاق العالية ونسب الأمراض الغريبة اللي بنشوفها في حاجات غريبة بس يمكن يعني أكبرها أو أعمها الأنانية الأنانية يعني الأنانية في الست والأنانية في الراجل الأنانية في الحياة عموما كمان لقينا مرض غريب برضو اسمه الانطوائية يعني انطوائية والتوحد الناس بقيت طول الوقت طول الوقت عايزين يعودوا لوحديهم بيحسوا براحة أكتر في الوحدة تخيلوا زي ما كنا نجري عشان نخرج مع صحابنا ونقابل عيلتنا ونحس كده بالأمان والحياة الاجتماعية الحلوة دي دلوقتي يتقابل أي حد يقولك لا أنا اعتزلت الناس لا 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 ده أريح بكتير أنا بقيت قعد في قطي مع التليفزيون أتفرج على مسلسل أتفرج على فيلم مع نفسي حتى أولادنا صغيرين الأطفال بين دلوقتي تبوس إيديهم بتتحيل عليهم عشان يجي ويعودوا معاك على الصفرة يأكلوا أكلة ولا في العيد يتنازلوا عن صحابهم ويعودوا مع الأب والأم شوي لا 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 كل مع نفسهم كل واحد مع نفسه تعارفين كمان أنا بحس إن السوشيال ميديا ساعدت على ده أكتر يعني ده عامل ده قوي وخلت إن حالة الزهق وحالة عدم الرضا دي تبقى موجودة بنسبة عالية جدا بنسبة 80-90% ليه؟ لأن طول الوقت إحنا على السوشيال ميديا فأنا يعني عدم الرضا طب أنا لازم يبقى عندي عدم رضا أنا ماسكة تليفوني أنا ماسكة تليفوني شايفة دي جزعة جبلها عربية هدية سفرة المالديف ما عرفش عملت إيه لبسة الفستان الفازية عاملة ما عرفش إيه فأنا طول الوقت كست الله طب ما مش أحلى مني طب أنا ليه ما يبقاش عندي ده طب أنا ليه ما عرفش إيه وفيلا عربية ما عرفش إيه نفس الحكاية الشباب رجالة اللي هو طول الوقت شايف شايف فيه شباب زيه جسمهم منحوت ويعني ما فيهو الصمت زيادة وإن بقى البنات اللي بتجري وراه وإن يعني دونجوان يعني هو عمال يتفرج وبعدين يبص النفسه في المراية ويبص الجسمه إيه ده أنا ليه ما بقى زيه وممكن ما يبقاش عنده القدرة إنه يروح الجم ويصرف ويعمل عمليات تجميل نحته حاجات دي مكلفة على فكرة الصور اللي إحنا بنشوفها صورة دي ممكن تشوف صورة لشاب هو مكلف فيها عمليات تجميلة على نحته على زرع شعر على حاجات 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 كتير قوي فبرضو الراجل ده أو الشاب ده بيجيله عدم رضا لإن مش حاسس نفسه إنه هو ماشي مع المجتمع والصور والفيديوهات اللي هو بيشوفها حتى في العيلة الواحدة ما بقاش في حوار أصلا بين الزوج والزوج الست وجوزها لما بيقعد يتكلم معاها شوية بيبقى ليلة العيد طول شكوتها طول السنة أنا نفسي جوزي يديني شوية وقت كده ويقعد يتكلم معايا زي زمان ده يخليه نرجع نسأل وإحنا حصل لنا إيه؟ هو ليه حالة الزهق والملل وعدم الرضا اللي إحنا بقنا عايشين فيه طول الوقت مش عجبني العجب وبتبطر على نعم كتير ممكن تكون في إيدي وتروح مني بسبب إن أنا مش فارق معايا عناية زغللة عناية رايحة على حاجات كتير قوي كتير قوي سوشيال ميديا وتليفونات وحاجات فأنا عناية رايحة لده وليده وليده بقنا طمعين ليه؟ ليه بقنا طمعين وعايزين كل حاجة في الدنيا؟ واللي دايماً بيبعايز كل حاجة ما بيطولش ولا حاجة يقولك اللي عايز كل حاجة ده دايماً بيخسر كل حاجة طيب النهاردة بقى أنا معاكو لأن أنا كمان عايشة نفس الحالة الزهق والملل والتوحد وابقتش حابة روح في مكان وابقتش حابة أشوف صحابي أنا زيك وإحنا عايشين نفس الحالة النهاردة عايزين نعرف إيجابات وإزاي يعني ندمر بقى الحالة دي إزاي نرجع تاني لحياتنا الطبيعية وإزاي بقى عندنا حالة من الرضا في حياتنا وفي ناسنا حالة من الرضا أبقى راضية بجوزي أبقى راضية ببيتي أبقى راضية بعشتي أبقى راضية بكل الحاجات الحلوة اللي كنا بنبقى راضين بيها من زمان ترجمة نانسي قنقر